احنا لو الله منشفينا شر اسوان وربع اسوان احنا بكل خير احنا هذه الحمدانية كانت بخير جاء بنا هذا جاء بنا حشيد ولواء الحمدانية ما نحتاجه الحمدانية بيها الشرطة والجيش موجود يعني هو 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 من انطرد من الحمدانية نجم انطرد من الحمدانية لهو اسوان انطرد من الحمدانية ناس السحر اه اني اه من قبل يعني اه اه كنت رافض هذا الدور لانه صار تقاطع يعني بين اسوان وبين رجال الدين وبين الاهالي وعدة مرات ندخل الجيش ونحاول انفك اللي يصير الحمدانية ما محتاجة لواء خمسين يا ريت يطلع ويخليها على الشرطة ويخليها على الجيش اللي موجود ويخلي الحمدانية وهلها يقعدون بامان وبامن مثل ما كانوا يعني اتهامك او اتهامهم اليك بالتقصير هذا بعيد عن الواقع انت بالعكس ده تدفع باتجاه فروجهما من المحافظة اذا كان من جاحية الحشد او اقتصاديا او حتى سياسيا لا ما اريد يعني يعني شوفي اه اه احنا عدنا لواء ثلاثين الناس متفاهمين الشبك بياناتهم ماكو مشاكل بس هو هذا مو بسينا حتى بتلكيه في مسوينا مشاكل شلون فياريت ياريت الاخوان بالحجد الشعبي يطلعونا اليواء خمسين لأ شون مسولك مشاكل سيادة المحافظة خلينا نوضحها للناس ومن تلكيه يخليوها على الشرطة المحلية وعى الجيش شون بتلكيه في مسويلكم مشاكل مسوي مشاكل ويا الاهالي يعني حتى حتى عندهم ابتزاز ابتزود الاهالي شكوا لكم هذا الموضوع سيادة المحافظة نفسهم بشغل هو مشغلهم سيادة المحافظة صريح جدا فاني انا اريد اتحدث بياك باسئلة صريحة جدا هل سيد اسوان او سيد ريان لهم اي تدخل من ناحية المدراء بالحمدانية او حتى الجوانب الاقتصادية اللي تتم بالدوائر الحمدانية بالذات او باقي المناطق بنينوة حسب القوة غير القوة هاي انت تجاوبني عليها سيادة المحافظة يعني هم تدريين حزب سياسي ويحاولون يعني انه يكون لهم بالدوائر موظفين تابعين له يعني حاليا يعني يعملون جاهدين كانوا انه يريد يطلعون القام مقام الرجل يعني ما راضين عنا ما يريدوا يعتبروه قريب من الاهالي يعتبروه قريب من الكنيسة يعني موسيقى موسيقى